موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم هو اعداد على شعاع اي يا خط مستقيم او عمودي او خط بياني اعداد على شعاع لدينا هنا النقطة A والنقطة B ما طول ما الوحدة الطولية بين A B يوجد لنا ضرق كثيرة الحسابة اما العد نقوم بعد 1 2 3 4 5 6 7 او نقوم بعملية طرح هنا B هي 9 ناقص A هي اثنان يوجد النادج لدينا سبعة اي A B يساوي سبعة على وحدة الطول وحدة الطول هنا لدينا في المثال الاول في الشكل المقابل P شعاع رأسي يبدأ بالنقطة C الذي تمثل العدد صفر اي هنا هو العدد صفر هنا بداية C هي العدد صفر حدد النقطة A الذي تمثل العدد ثلاثة هنا يردون تحديد النقطة A التي تمثل العدد ثلاثة نبدأ بحساب صفر واحد اثنان ثلاثة نحدد النقطة A هو درس بسيط جدا وسهل حدد النقطة A التي تمثل العدد ثلاثة قمنا بعد واحد اثنان ثلاثة وحددنا النقطة A حدد النقطة G التي تمثل العدد ستة ايضا سهلا واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة حددنا النقطة G ما طول ما طول A هنا شعاع طولي هذا شعاع طولي نريد حساب A أي نقوم بطرح الكبير من الصغير الجي هو ستة ناقص ثلاثة يساوي ثلاثة او نقوم بحسابها واحد اثنان ثلاثة الناتج ثلاثة اي طريقة حساب الشعاع اما بالطول او بعملية الطرح في المثال الآخر لدينا أكمل ما يلي النقطة C النقطة C ما هو طول البياني لها نبحث عنها ما هي في المستقيم الأفقي هي سبعة اي نكتب هنا سبعة في المستقيم العمودي نقطة C هي واحد اثنان هي اثنان اثنان نبحث عن النقاط ونحددها بالأرقام ولا يجب تبديل بينهما أبدا النقطة D النقطة D نبحث عنه في الخطر الأفقي واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة هذه النقطة سبعة نحدد أيضا سبعة والخط العمودي والخط العمودي نقوم بحساب نقوم بحساب طول A C هذه A في نقطة ثلاثة وC هي في النقطة سبعة نقوم بعملية طرح سبعة ناقص ثلاثة سبعة ناقص ثلاثة يساوي أربعة نقوم بالعد واحد اثنان ثلاثة أربعة ما طول الوحدة D C هي كانت A C وحدة أفقية الآن نريد حساب وحدة طولية نقوم بحساب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة أي ستة أو نقوم بعملية الطرح C هي اثنان وD هي ثمانية ثمانية ناقص اثنان يساوي ستة أي لدينا في الشكل ستة ستة وحدات طولية بينهما ستة وحدات بينهما الأولى كانت في خط أفقي والثانية كانت في خط عامودي هذا هو الفرق أما عد الوحدات فهو متساوي إن كان في الطول أو في نفس الطريقة موسيقى ترجمة نانسي قنقر